السلام عليكم ورحمة الله أنا محمد علي السلطنة عمان حبيت أشكر للأخ وسام على الدورات الغيمة اللي عاقتها دورة التحليل الموجي ودورة الـ Price Action واللي الحمد لله رب العالمين أخذتهم هنا من فترة تقليبا ثلاث شهور استفادة كبيرة من خلال تعلمي في هاتين الدورتين والحمد لله رب العالمين أنا شقال في سوق الفوركس من فترة وبعد اشتراكي مع الأخ وسام في دورة الـ Price Action ودورة التحليل الموجي اطلعت على أمور خفية كثير مكنت على علم بها ولو لا فضل الله ثم فضل الأخ وسام بالدروس التعليمية اللي يقدمها كنت ممكن أدخل في خسائر كبيرة وبفضل الله بدأت أحقق بعض الأرباح وأستعيد بعض الأموال أو أجوزة من الأموال اللي خسرتها في السنوات السابقة وأنا أشجع كل شخص يشو هذا الفيديو إنه يسارح بالاشتراك في دورة التحليل الموجي ودورة الـ Price Action لما إن شاء الله سيجنيه من أرباح كبيرة في حال إنه فعلا رقب في التعلم وأشكر مرة ثانية لأخ وسام شكر جزيل على حتين الدورتين وحقيقة يعني السعر الدورتين هذي انتم ممكن تحققهم بخلال صبخة واحدة بعد ما تتعلم من خلال الدورتين شكر جزيلا لأخ وسام إخواني أخواتي السلام عليكم مرحبا بكم في ترسين جديد في قناة العلمين عرف الكادب اليوم إن شاء الله سنقوم بتحليل البيتكوين كما تعودنا يومياً لحد الساعة لكن قبل البدء أدعوكم للشراك في قناة تليجرام المجانية هذا هو رابطها سأضع لكم في صندوق الوصف في هذا القناة نضع آخر عروضنا هو الحصول على دورتين بسعر دورة واحدة دورة التحليل الموجي ودورة 34 فيديو مسجل 25 ساعة من المعلومات فقط ب197 دولار عرض قوي جداً أصدقائي لن يتكرر استغله قبل فوات الأوان سأضع لكم رابط أسفل في التعليقات سأضع لكم رابط أسفل في التعليقات خدوا الرابطة كاملاً خدوا الرابطة كاملاً أصدقائي وكل من طلب منك الكريبتو فهو نصاب نحن نقبل الدفع فقط ببيبال أو الحساب البنكي لا تنسوا أن في هذا القناة المجانية كذلك نضع شهادات صوت وصورة وأرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية صوت وصورة حتى تضع لكم الصورة وتعرفوا أنك ستشترك في دورة من أفضل دورات التي يمكن أن تشترك فيها في العالم التداول لا تنسوا ذهب إلى الموقع في هذا الموقع هناك بعض المقالات يمكن لكم قراءة المتدين هناك كتب يمكن لكم تحملوها مجاناً مثل ذلك السيسي لشمع اليابانية فقط تضغط على يبدأ المجاناً تضع إيماليك الخاص وتصلك الكتب إلى إيماليك الخاص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسلك أموالك لذلك كل ما نقوم بفضل القناة هو هذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول مسؤولية تامة عن قراراتك قناة العملية العرفة الكذب لا تتحمل أي تمسؤولي كل ما نطلبه منك هو أن تراقب تقارن تشاهد وإذا شابتك الطريقة يمكنك الإدمام إلى ضبرتنا التدريبية طيب عفوا البيتكوين البيتكوين نحن في يعني توقعنا لأنه أمس وضعت فيديو وتحددت عن خطأ وقعت فيه بسيط ومع الأسف هناك بعض الإخوة الذين آه أنت الآن كنت صرت تغير رأيك وأن التحليل كذا وأنت يعني في ناس مع الأسف يعني أحيث أنني أتكلم مع ناس عقلهم متحجر لا يريدون أن يفهموا أي شيء يعني أنا أنا تحليلي منذ أن كنا في هذه المنطقة منذ أن كسرنا من هنا قلت أن البيتكوين نازل يعطيني أتي الموجة هنا وبعد ذلك صعود لحد هذه أشهر لحد الآن لم أغير تحليلي نهائيا ولا توقعي دائما أقول هناك صعود استثماري إلى 69 ألف دولار ثم إلى 200-2003 ألف دولار لكن لكن ضروري أن تكتمل بنيت هذا الموجة قبل أن توقع الصعود لأنه في احتمال أنه ينزل البيتكوين مرة أخرى ثم يسعد ثم ينزل مرة أخرى ثم يسعد ثم ينزل مرة أخرى ثم بوم يسعد لكن التوقع المطلق هو أن البيتكوين ساعد مدام لدي يرانين فلات أو اكسباندين فلات هذه نمد اجتمراري للصعود أعطيني أنا أين غيرت رأيي في هذا التحليل أنا لم أغير رأيي أنا فقط أضيف لكم جزء ثم بعد جزء ثم بعد جزء وفقط لأنني أخطأت هناك شخص آخر يقول لك أنه أخطأ أنا أخطأته فقط في تقديري ترقيم هذه الموجة وانسى للترقيم لا يهم الترقيم لا يهم ما يهم هو المنطق ما يهم هو أن ما قلته كالتالي ولكن بعض الناس تختزلوا كل ما نقوله في شيء واحد آه لقد أخطأ بلا 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 آه لقد غيرها رأيي أين غيرت رأيي لم أغير رأيي أنا دائماً أتوقع صعود البيتكوين لكن لكن إذا نزل البيتكوين لازلت متوقع عن الصعود قد يصعدي لنتم لا زلت متوقع عن الصعود طالما طالما لم أحصل على تصحيح هنا أسفل هذه المنطقة تصحيح كبير دائماً أتوقع الصعود هذا قلناه وقلناه وقلناه يعني في ناس ما لأسف يعني تفتح لها دماغها يعني تفهمها بالعافية يعني في ناس على الأسف يعني يعني نقوم بمجهود خيالي لكي تفهمونه وتتعلمونه ولكن الناس يعني تبحثوا عن توصيات تبحثوا عن مناطق للدخول وخروج يريدوا الربح طمع 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 ركزوا في ما أقول ركزوا في تحليلي حتى تفهموا الطريقة لتحترف أنا لا أريدك أن تربحها الآن وخلاص أنا أريدك أن تكون نرى بها دائم لماذا أنت تريد أن تحصر نفسك في توصيات لماذا لا تريد أن تتعلم التحليل وهذا يعني بعض الأمور تخرجون يعني السيطرة يعني في ناس على الأسف تعمل معها مجهود وتضع فيديوهين ثلاث فيديوهات في اليوم ومع الأسف نفس التعليقات حتى أنه لا يفهم ما أقول حتى أنه عندما أقول موجودة فيها هو أصلا يعرف ما هي موجودة فيها ويأتي للتعليقة ويكتب تعليق سيئ لماذا هذا البغت وهذا الكراية لماذا لماذا أنا أعطيك معلومات قوية جدا يعني في ناس آخرين ممكن تشتريها بألاف دولارات وأنت تحصل عليها مجانا حتى حتى أنت معكز لتفهم الذي موجة على شكل تلاتي بني على شكل موجة على شكل تلاتي عندما أرى موجة على شكل تلاتي سأقول أوكي بنيتها اكتملت بنيتها اكتملت لكن ممكن أن تكون على شكل خماسي كذلك الطبيعي هو شكل تلاتي ثم يسعد لكن إذا أعطني موجة دفعة تصحيح موجة دفعة ثم تصحيح هناك نزول موجة دفعة تصحيح موجة دفعة هل هذا تصحيح قد يكون نزول شكل خماسي مثل هذه المنطقة ممكن يكون هنا فقط هذا ما قلناه لم نغير أي شيء بالتالي الآن الفرق بين هذه الموجة وهذه الموجة أنه حتى لو صعدت البيتكوين هناك لا يمكن الشراء لأنه كان هناك زيادة في الزخم كان هناك زيادة في الزخم لكن هنا هناك نقص في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة بالتالي إذا كان هناك تصحيح هنا واضح كبير ممكن الشراء كبير تصحيح كبير أو قوة في كسر النطق ممكن الشراء لكن هناك احتمل أن ينزل البيتكوين لكسر هذا الرقع ممكن حتى تكون خماسية مثل هذه الموجة مثل هذه الموجة واحد يعني حتى الترقيم لا أولا نرقب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ليس إليوت هذا الترقيم فقط ويمكن أن تسميه محمد خالد عبد الله هشام أو أي شيء هنا كذلك واحد اثنان ثلاثة ممكن تكون أربعة خمسة طيب متى سألغي هذا الاحتمال هذا هو الإشكال هذا الاحتمال متى سيتم إلغاءه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وتكون فقط واحد اثنان ثلاثة متى لما حللت هذه الموجة وجدت أن المنطقة المهمة هي هذه المنطقة قلنا إذا كسر وصحح فوقها هذا هو صعودنا قلنا إذا كسر وصحح فوقها هذا هو صعودنا هل كسر؟ كسر هل صحح فوقها؟ لاحظوا كسر وحتى لم يغيق بأي تيشمع هنا هل صحح في هذه المنطقة؟ ننزل الفين وربع ساعة لنرى لحد الساعة هو الآن قد يكون في تصحيح ممكن يسعد هكذا ثم يعود إذا أعطاني هذا الشكل هذا التصحيح الموجود هنا سيتم إلغاؤه وستصبح هذه موجة واحدة أنا مهتم بالشراء إذا سعد من هنا وكسر القمة أنا لست مهتما بالشراء لنستكون لدي يمكنك أن تشتري أنت أنا كويسام لست مهتما بالشراء لماذا؟ لأنه ستكون لدي فقط هذه الموجة وهذا التصحيح هو هذا التصحيح مع هذا التصحيح يعني لدي موجة تصحيح موجة تصحيح موجة كتملات البنية سيكون عندي نقص في الزخم لا أستطيع الشراء في نقص في الزخم سيكون هذه الموجة أقل من هذه الموجة وسيكون لديك نقص في الزخم لا أستطيع الشراء فيها متى سألغي هذا الأمر عندما أحصل على تصحيح أكبر من هذا التصحيح وأكبر من هذا التصحيح هنا سيتم إلغاء كل شيء وستصبح هذه موجة واحدة للصعوب طيب متى يمكنه البيع او البحث عن البيع لما يتم كسر هذا التريند لاين اولا واحدوا او هذا التريند لاين ليس صحيحا في الحقيقة اعطوني دقيقة لارار هو صحيح ولا لا هنا يعني يعني يمكن اعتباره صحيحا يمكن اعتباره صحيح يمكن اعتباره صحيحا ماذا اريد ان ارى اريد ان ارى نزول ثم تصحيح هنا وهذا هو البيع يعني ما اريد ان ارى بطريقة اوضاح هو لدي هاتي اول موجة دفع صح هذه اول موجة دفع وهذا قد يكون تصحيحا اذا صعد السعر هنا اذا عاد هكذا واعطاني هذه الموجة الزيادة في الزخم عن هذه الموجة زي التصحيح سواء مساوي لهذا التصحيح سواء اكبر منه هذا هو نزول الى اين الى كسر هذا القاع مستوى 32000 بالتالي انا في البيتكون في مفترق الطرق اصدقائي وهذا ما نقوله يعني لم اغير تحليلي نهائيا لم اغير تحليلي نهائيا الخطأ كان فقط في الترقيم التحليل لم نخطئ فيه الان انا نعتمد على المنطق لا يمكن ان تخطئ ولكن اخطأت فقط في ترقيم الموجة فقط بالتالي كما قلت الان هذا اذا سعد البيتكوين الان من هنا سيكون مساوية لهذا لست مهتما بالصعود وريدون يعطيني تصحيحا اكبر من هذا التصحيح ومن هذا التصحيح هكذا ساهتم بالصعود بالرغم من انني متوقع صعود البيتكوين بالرغم من ذلك لكن يجبان تحليل فرصة تكون واضحة طيب نفترض انه سعد الى هنا تمنزل بقوة اوكي اذا كان طول هذا الموجة اكبر من طول هذا الموجة يعني ان البيعين اقوية مدام زيادة في الزخم اعطني نطاق يكون مساوية لهذا النطاق او اكبر منه وسابحة عن البيع الى هنا فقط واذا وقع هذا السيناريو ستكون هذه الموجة هي ربع خمسية سميها ما شيء سميها خالد عبدالله يشام عبير اي شيء لكن هذا هو المنطق وراءه اذا ان تفكي التحليل لم يتغير لحد الساعة ولن يتغير انت تفكيرك من يجب ان يتغير لتفهم ما اقول مع الاسف لانك لا تفهم ما اقول وهذا يعني شيء يغيظ في الحقيقة لانني يعطيك معلومات لا احد يعطيك اياها ولا تريد حتى ان تستغلها مع الاسف انا اقول السيناريو اعطيه لك اعطيه لك بتفاصيل يعني قلت لك اذا سعد البيتكوين من هنا لاحظ لست مهتما بالشراء لان بنيت هذا الموجة اكتملت احتاج الى تصحيح كبير اكبر من هذا التصحيح ومن هذا التصحيح معلومة اخرى سرية ستغنيك عن كثير من الدروس شيء اخر قلت لك اذا اردت الهبوط احتاجوا ان ارى نزولا قويا اقوى من هذا الموجة الاولى ثم نطاق يساوي او اكبر من هذا النطاق للقول بان هذا نزول لاحظوا كمية المعلومات ولاحظوا صدقة في رسم خارطة طريق للبيتكوين انا لا اعطيك سيناريو صعود وسيناريو هبوط انا اعطيك سيناريو زي التفاصيل زي الشروط معينة اذا كما تراحتون اصدقائي هذا هو تحليلي للبيتكوين اليوم اذا اذا اردتم استغل العرض دورتين بسعر دورة واحدة هذا هو الرابط رابط تليجرام انا الذي اجاوبك مباشرة خذوا الرابطة كاملا انا الذي اجاوبك اخي الكريم مباشرة لا تنسوا انا هذا فانا هو تعليمكم الااقل ولا اكتر وانا العمل اعرفك اديم السلام عليكم ورحمة الله وبرك